الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هده واتبع سنته إلى يوم الدين بعد اللي ذكرنا يا إخوة الإيمان في الحلقة السابقة بعض الآيات التي تذكر الشكر وفضله والثناء على أهله واستفاء الله لأهله يعني الشاكرين نذكر بعض الأحاديث كذلك من السنة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها الذكر ونبدأ بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر وهذا الحديث رواه أحمد وابنه عبد الله ضعفه ابن كثير وحسنه الألباني في الصحيحة وهذا الحديث كثير ما يتداوله الناس والوعاظ ويتناوله العلماء بالشرح كذلك منهم الإمام المنوي في فيض القادير يعذق على هذا الحديث من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر يعلق على هذه الكلمة التحدث بنعمة الله شكر يعني الإنسان كي ينعم عليه ربي بوحدة نعمة سواء نعمة مادية ولا عبادة نعمة روحية يحدث بها أحبابه بشرط يعني ما يكونش خايف من الحسد حسد الحاسدين لأن بعض الحاسدين إذا ذكرت لهم بعض النعم فإن نفوسهم تتحرك غيظا وحسدا وكذلك إذا كانت عبادة ولا وخشية على نفسه الرياء والسمعة مادة به يسترها أما إذا كانت نعمة وما يخافش من الحسد إخوانه الأقرب اللي يحبه إلى آخره يحدث بها ولا عبادة وما يخافش من الرياء يحدث بها حتى يكون قدوة لغيره فهكذا هذا ملخص كلامي الإمام المنوي قال والشكر ثلاثة أقسام شكر اللسان بالتحدث بالنعمة وشكر الأركان يعني القوائم بالقيام بالخدمة وشكر الجانان يعني القلب بالاعتراف بكل نعمة وأنها من الله تعالى سبحانه عز وجل وشكرها إشاعتها إشاعتها والتحديث بها بالشرطين اللي اذكرناهم قبل وتركها كفر ما معنى كفر؟ أي سطر يعجب الكفار الزراع تركها كفر أي سطر وتغضية لما حقه الإظهار والإذاعة النعمة هذه ربي يحبها باتبان عليك إذا كان أنت يا أنت ملياردان لبس مقطع ومعن كذاك ساري لك يا أنت إلى آخر لا بد أن تبدو هذه النعم عليك وأن تبدو آثارها عليك أنت بخير لا بالزين تصدق إلى آخره بيتمليح إلى آخره تظهر هذه النعم عليك فلماذا هذا البخل وقد أنعم الله عليك بهذه الأموال؟ لماذا هذا البخل وقد أنعم الله عليك بهذه العطايا والمواهب؟ لماذا؟ فلا بد من إظهار هذه النعمة تعبيراً عن شكر الله سبحانه عز وجل وليس من أجل الكبر والبطر والطغيان وتجاوز الحد لا إشاعة الخير هنا إشاعة النعمة وعدم سطرها من أجل شكر الله سبحانه عز وجل وذكرنا الشروط الشروط اتقاء حسد الحاسدين واتقاء الرياء ثم قال ومن لا يشكر الناس لا يشكري الله وهذه تكلمناها في الحلقات السابقة إذن الإنسان تعود ما يعترفش بالجاميل ما يعترفش بالناس اللي يداروا فيهم الخير ينسى الخير اللي يداروا فيه الخير ينسى الخير ما يشكرش الناس هذا ما يشكرش ربي ثاني لنتولي فيه عادة ما يشكرش الناس ما تشكرش ربي أي من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان عادته كفران نعم الله وترك الشكر لله هذا هو وإلا المراد قالوا العلماء أن الله لا يقبل شكراه إذا لم يشكر الناس ما تشكرش الناس وتشكر ربي ربي لا يقبل شكراك ربي يحب الشاكرين سواء الشاكرين الذين يشكرونه أو يشكرون من أزدالهم معروفاً وقدم لهم خدمة هذا هو الراجل ما ينساش الخير هذا هو الإنسان تعالى ما ينساش الخير يعترف بفضل الناس عليه يشكرهم يذكروا هذه المناقب يذكرهم بخير إلى آخرين لا ينكر المعروف وكان التحدث بنعمة الله شكراً لأنه من حسن الثناء على الله تعالى وهو من الاعتراف لله بالجميل وأن الله هو المنعم على الحقيقة بخلاف من يتحدث تكبوراً لا قارون قال إنما أوتت على علم عندي هذا رأي يتحدث بالنعمة ولكن على وجه الكبر والطغيان عندي وما عندكم بصحة يعليك جمالي خير منك ديبلومي خير من ديبلوم بتاعك هذا ما هو تحدث بالنعمة هذا كبر هذا تطاول هذا كبر تطاول هذه صيفة إبليسية هذا هو إخوة الإيمان قال القرط برحمه الله في قوله تعالى وأما بنعمة ربك في الحديث قال أنشر ما أنعم الله عليك بالشكر والثناء تحدث بنعم الله اعترف بنعم الله هذا هو خاصة أنت كانت النعمة عام أخوتي أنت تلقى مواطن مواطن دائماً يشكر فيه رب يقولك الحمد لله الوحد رام مستور ساكن كالي ولا نمو مؤمنين وتلقى مواطن آخر لا يعرفه إلا التذمر يكحل غير يخيط غير بلكحل دائماً يذكر الفتن المعايب الصرور ينمغي في ذي الجانب كنا تقولها روح أسبوع نجمعه ونكونه غير إيجابي نهضر الأمور الإيجابية ما يطيقش ما يطيقش لا بد أن يتكلم في المنطقة السوداء فقط الرمادي يوم ما يتكلمش بها يعني يبين لك كوشك حل كين إنسان يمشي معاك كين إنسان يتكلم على الدعوة يقولك هذو مسلمين مساكين فيهم الغافل فيهم اللي يمسكرهم مغبون فيهم لا ساهل فيهم لا عندها أمراض حسن عون الناس أو كين يقولك هذو ناس يكرهوا الدين يكرهوا إسلام يسود لك مجتمع حتى يبالك أنه مجتمع كافر خرج عن الملة والعياذ بالله وهذا ليس شكرا هذا هذا جهود لنعم الله سبحانه وعز وجل التي لا تخصى ولا تعد الحسن بن علي والسيدنا علي الحسن رضي الله عنه قال إذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف ذي الحاديث الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ليأكل ويشكر ربي كمثل صائم وصابر لأن الشكر ما هو السهل يا إخوة الإيمان وعن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحاديث عاودناه ميران واتكرارا عجبا لأمر المؤمن هذا حديث صهيب إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن لعند التوحيد إن أصابته صراء شكر هذا قليل ليوصلها فكان خيرا له وإن أصابته ظراء صبر فكان خيرا له فالعبد ما دام قلم التكليف جاريا عليه فمنهاج الخير مفتوح بين يديه فإنه بين يدي نعمة يجب عليه شكر المنعم بها ومصيبة يجب عليه الصبر عليها وأمر ينفذه ونهي يجتنبه وذلك لازم له إلى الممات ثم أختم بهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أنس بن مماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب 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 أو يشرب الشرب فيحمده عليها أي شرب أي أكل تحمد عليها ربي يرضى عليك ربي ربي يرضى قال الحمد لله الذي أطعامنا وسقانا وجعنا المسلمين الحمد لله الذي أطعامني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة يشرب يا حمد ربي يأكل يا حمد ربي ربي ما أطلبش منك حاجة كبيرة ما تنساش يحمد الله على الأكل وعلى الشرب الذي خرمه الكثير كاي الناس ما يطيقوش يأكل يا إخوة الإيمان كاي الناس يأكلوا بالتيويات كاي الناس يأكلوا بالقطرة كاي الناس يأكلوا بالصيروم كي الناس ما يطيقش ما يطيقش يأكل مسكين يعني يشتهي الأكل ينظروا إليه ولا يقدموا عليه لا يمكنه أن يصب منه وكذلك الشارب يا إخوة الإيمان الناس لا بغيت يعني إنسان يتأمل هذه النعم يزور المستشفيات في مختلف في مختلف يعني التخصص هاته يشوف المستشفيات في مختلف المصالح يتحرك عن صحاب الرئاتين ويروح عند صحاب القلب ويروح عند صحاب الناس المعوقين ويروح عند المجانين ويشوف يشوف فالله سبحانه عز وجل لا يطلب منك إلا الحمد ومن شكره أنه يشكر لك هذا الحمد فيتحول إلى رضا إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها يحمده أو يشرب الشربة فيحمده عليها وأخيرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة شو كلام هذا؟ كيزين كنت أنوي الوقوف عند الحديث اللي قبله ولكن لجمالي كلامي رسول الله كيف هم شي جاميل؟ البلسم الشيء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء هو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف هذا الحديث كيزين صح فيه صاحبه أبا هريرة يقول يا أبا هريرة كن وارعا تكون أعبد الناس وكن قانعا تكون أشكار الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا وأحسن جوارا من جاورته تكون مسلما وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب خمس وصايا لو لقلك كن وارعا الوارع اشتا هو؟ الوارع هو يترك ما ليس به بأس خشية الوقوع مما فيه بأس يعني خطرات الأمور ما يشح حرام ويوخر عنيها يقول لك أخويا هذه توصلني للحرام هذا الوارع وكن قانعا أقنع تكون أشكار الناس هو ليشكر الشاكور شكون هو ليقنع يقنع بما أعطاه الله سبحانه عز وجل وأحب للناس ما تحب هذه قوية هذه قوية تحب للناس ما تحب لي نفسك هذه قانع نقولها بالفم سأروح أن تحقها بالواقع أنت أخوك ينزاد في حاجة تغضب يبنت الدارة تغضب يبنت السيارة تغضب يذكرونك أنت طبيب يذكرونك طبيب يقولك يعرف يخدم تنتشع منه الله يعرف في قلبك يذكرونك أستاذ أنت أستاذ يقولك يعرف في قريك تنظر يذكرونك صاحب مهنتك يقولونك مليح معناه كين حسد معناه كين فالقلب دخن كين 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 أما إذا وليت تحب للناس كما تحب نفسك روحت قال لك رسول الله تكون مؤمن هذا المؤمن وتحسن إلى جارك ها هو الراه يذي باطي ما متنايفين قاع إيما ابن بازار سيب زوجي تكلموا أخري قاع متنايفين طريق قاع متنايفين أين الجار وأين الجار الناس كانت يقولك فرط في أخوك وما تفرج في الجار يحمي ظهرك وحسن جوارا من جاء وارك تكون مسليما هذا هو المسلم ورسول الله قال له واحدة المرأة تؤذي جيرانها وتصوم وتقوم قال لهم هي في النار والزاوجة ما قال له تصوم وتقوم قال لهم ما تأذيش جيرانها غير ما تأذيش مش يدير فيهم الخير قال هي في الجنة لما أذيش الجار قالها في الجنة بلا ما يدير فيها الخير وأقل للضحك ما قال لكش ما تضحكش رسول الله قلل من الضحك لأن كثرة الضحك تميت القلب تميت القلب كي لحياتها قاع ضحك ما فيهاش قعل جد أسأل الله سبحانه وعز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ربنا اخفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واجعلنا من الشاكرين الذاكرين وأنصحوا إخواني أن يتأملوا في من سلب النعم التي يتمتعونهم بها كي يزدادوا حمدهم وشكرهم لله سبحانه وعز وجل أسأل الله العفو العافية والمعافية في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين